طيب احنا قبل طبعا من ندخل في اي حاجة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا ويمكن قبل خود الاهلي مباراته القادمة امام سنبا اللي هتكون ان شاء الله على ملعب الاهلي والسلام النهاردة شركة استادات الوطنية اللي بتدير المنشآت الرياضية النهاردة بتعلن عن الشكل الجديد لاستاد الاهلي بالسلام النهاردة الحقيقة الملعب ده ظهر بشكله الجديد بنتكلم في اقل من سنة جماعة لتسلمه من شركة استادات الوطنية النهاردة الشركة الكبيرة دي بتتولى ملف الوحدة الاقتصادية للنادي الاهلي الشكل زي ما انتم حضراتكم شايفين كده مش مجرد مدرج النهاردة المدرج ده بيحمل العديد من الرسائل اللي بتعبر عن قيمة وانتماء الجماهير العريضة لبالملايين للنادي الاهلي الكبير عن القلع الحمراء الكبيرة في مصر وقرة افراقيا الحالها النهاردة مش بس الصور دي اللي بتملأ المدرجات ابناء النادي الاهلي اللي شرفوا مصر وكاس العالم للاندية النهاردة المدرج ده او الاستاد ده بيحمل اشهر العبارات المستوحى منكم انتم جمهورنا العريض في كل مكان التعديل الجديد اللي انتم شايفينه ده في شكل استاد الاهلي في ممرات خاصة تخص ذكريات النادي الكبيرة سواء على المستوى المحلي الافريقي وحتى العالمي علشان تخلد اللحظات الرائعة الكتيرة في تاريخ الاهلي على مر العصور الوقت طبعا اللي بيستمر فيه كمان يعني ده بيتزامن مع اعمال انشاءات المقصورة المطلة طبعا المقصورات الفي اي بي بنتكلم هنا على الملعب ده هيكون بجوار مدرجات الدرجة التانية المواجهة على طول المقصورة الرئيسية اللي هتكون متاحة امام ضيوف النادي وجمهور النادي بعد ان شاء الله ما نخرج من ازمة كورونا على خير يعني احنا لحد دلوقتي نشعار فين معاد انتهاء هذه الجائحة ولكن في محاولات عالمية علشان توفر اللقاح والناس تتلاقح طبعا بالفاكسين او واتيفر ايه الدواء ده يعني بس ان شاء الله بعد ما تخلص او تنتهي هذه الازمة هتفتح او هيفتح الملعب ده علشان يستقبل جمهور العرض بتأكيد مجهود كبير عايزة كمان تاني برجاوي يجب لنا الصور دي علشان حضراتكم تشوفوها وتشوفوا قد ايه ده مجهود رائع بتقدموا النهار ده شركة جبيرة شركة استادات الوطنية وزي ما احنا يمكن هنشوف تاني يا احمد شايفين مشهد ده بيليق بالنادي الاهلي وبيليق بالشرقة الوطنية ويعني على كمان اللي بيأكد كلامي يأكد كمان العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس ادارة استادات ان الشركة بتواصل العمل على هذه المشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي الاهلي طبعا السعي لتأكيد تأكيد ريادة النادي الاهلي العريق ووضعه كمان على السلم العالمي في كافة الجوانب بس كمان مش على الجوانب الرياضية سيد محمد مرجان اضاف كمان الوقت في قطع شهود كبير جدا في تنفيذ مشروعات الوحدة الاقتصادية بعد تسليم طبعا الاستاد زي ما حضراتكم شايفين بالصورة الرائعة دية تطوير قناة النادي الاهلي افتتاح اهلي لؤسر كأول الروافد النادي الاهلي في جنوب الصعيد كمان اشار محمد مرجان ان العمل لن يتوقف الفترة اللي جاية والشراقة ما بين النادي الاهلي وما بين شركة استادات الوطنية عشان تقدم افضل خدمات للنادي وجماهيره بمعايير عالمية خليني اقول ان انا كمان فخور ان انا اشوف صورة زي دي وكمان الاستادات العالمية اعتقد لا تقل قيمة ولا تقل ابهارا عن استاد الاهلي والسلام المأصورة اللي كانت بتكلم عليها سهام البي اي بي دي يعني هتبقى اكتر من رائعة يعني هي كلها عن طبعا جلاس بتطل طبعا على المأصورة وده بيبقى في كل استادات العالمية بيدي شكل اكتر من رائعة ده على سبيل الشكل والجمال لكن كمان على سبيل الاقتصاد ده شيء رائع لان البي اي بي دي في المباريات ان شاء الله الكبيرة المبارات الافرقية المبارات الدولية كمان تدر عائد كبير جدا جدا لشركة استادات والنادي الاهلي الملعب زي ما حضراتكم شايفين كان مهمة اوي وكان حلو اوي ان احنا ناخد عبارات حضراتكم ومبارات جماهير النادي الاهلي اللي بتحب النادي الاهلي وراك يا اهلي والعبارات الجميلة اللي بتطلع منه كنتم من جماهير النادي الاهلي هتلاقوها موجودة في استادوية السلام صور اللعيبة الممرات ده بيدي موتيفيشن وخلي بالك وعامل كمان نفسي مهم جدا جدا يعني انا يمكن حضرت او روحت استادات كتيرة في العالم هتلاقي مثلا يعني في كل الاستادات أليانز أرينا هتلاقي الممر فيه صور اللعيبة صور الكساد عبارات تشجيعية ده بيدي اللعيبة اللي نازل لعبة النادي الاهلي ثقف نفسهم احنا نادي كبير كيان كبير وكمان المنافس لما بيبص لهذا المنظر وهذا الابهار كمان بياخد منه من الحالة النفسية ده شغل كمان بيخش فيه الحالة النفسية بياخد من المنافس شوية فكل التحية لطبعا شركة استادات الوطنية اللي بتقوم بدور أكتر من رائع بشراكة كبيرة واقتصادية مع النادي الاهلي وزي ما بقولك يا سام ان شاء الله متواصل يعني الصورة الرائعة دي يمكن بعد ما استلموا الاستاد بسنة الصورة أقل من سنة صورة رائعة تطوير قناة النادي الاهلي نتكلم على أهلي الأقصر اللي هو الوافد الأول لوجود النادي الاهلي في الصعيد فمجهود كبير جدا لشركة استادات وده يدل كمان على كيان وقيمة النادي الاهلي